المجلس التنمية الاقتصادية أكد رجب في تصريحات صحفية على وجود عدد من المشاريع الجديدة التي يعكف المجلس على إنجاز عدد منها في منطقة البحرين الخدمات اللوجستية وقد أوضح رجب أن مجلس التنمية الاقتصادية سيقوم بتدشين مصانع جديدة إلى جانب وضع حجر الأساس لمنشآت صناعية بصورة شهرية لمشاريع في القطاعين الصناعي واللوجستي لافتا إلى أن حجم استثمارات الشركات التي استقطبها المجلس خلال العام الماضي في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية بلغ مئتين وعشرة ملايين دولار افتتح مجلس المناقصات والمزيدات في جاسته الأسبوعية تسع مناقصات تابعة لتسع جهات حكومية بإجمالي سبعة وثلاثين عطاء وأظهرت بيانات المجلس فتح مناقصة للمجلس الأعلى لصحة لتعين استشاري لإدارة مكتب المشاريع تمهيدا لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني حصتي حيث تقدم إليها ثلاث عطاءات أقلها بنحو أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار كما فتح المجلس مناقصة لشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة لتعين استشاري رئيسي لتطوير مشروع سعادة بالمرحلة الثانية فيما فتح المجلس مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلاديات لتشغيل وحدة معالجة مخالفات مياه الصرف الصحي أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما بشأن مبادرات السياسات الرقابية للبنوك تتضمن عشرة بنود وهي المرحلة الثانية من التوجيهات الخاصة بوضع سغف على بعض أنواع الرسوم المصرفية على الخدمات المالية التي تغطي القروض للعملاء والشركات وتتضمن البنود التي أصدرها المركزي تحديث فصل إدارة مخاطر الأتمان حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9 ومتطلبات بازل 3 وفصل كفاية رأس المال وتتضمن البنود كذلك تعزيز فصل المتطلبات الرقبية عالية المستوى حسب مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل وتحديث متطلبات فصل أخلاقيات العمل والسوق لتكون متوافقة مع متطلبات المجلد الثاني ذات صلة وعمليات المراجعة الإشرافية ولا نتابع أسعار صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم على تراجع بنسبة 0.60% بإقفال عند مستوى 1490 نقاط حيث شهدت التداولات اليوم تراجع مؤشرين قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.368.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.86.000 دينار تم تنفيذها من خلال 109 صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد قادت الأسهم القيادية تراجع أغلب البورصات في افتتاح جلسة هذا الأسبوع نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.46% بإقفال عند مستوى 8573 نقطة وذلك عاد بشكل رئيسي لانخفاض قطاع تجزئات الأغذية وأيضا الأدوية مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أغلقت على ارتفاع بنسبة طفيفة بنسبة 0.05% بإقفال عند مستوى 5442 نقطة وذلك بدعم تقدم أغلى مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاع التكنولوجيا ننتقل إلى السوق أبوظابي للأوراق المالية التي أغلقت بتراجع بنسبة قارب 16 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 5082 نقطة وذلك بقيادة تراجع مؤشر قطاع العقارات سوق دبي أقفلت على تراجع بنسبة قارب 15 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 2549 نقطة وذلك عاد لانخفاض كبير لمؤشر قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات المالية سوق المسقط الأوراق المالية أقفلت بإرتفاع بنسبة 0.16% بإقفال عند مستوى 4158 نقطة مع دعم تقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية انطلقت القمة العالمية للحكومات في دبي في نسختها السابعة التي تشارك فيها هذا العام 140 حكومة مختلفة بحضور 600 شخصية من سياسين وصناع القرار وخبراء ورؤساء شركات وتناقش القمة العالمية للحكومات على مدى ثلاثة أيام أليات واستراتيجية جديدة للعمل الحكومي وتوحيد الجهود لتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية كما تستعرض أفضل التجارب الحكومية في العالم بما يساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية وتشهد القمة مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة وفي سياق متصل قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لغار في كلمة أمام القمة العالمية للحكومات بدبي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة في منطقة العربية هذا وقالت مديرة صندوق النقد الدولي خلال القمة أن الذكاء الاصطناعي سيأثر على مستقبل الوظائف وخاصة بالنسبة للنساء دعيات الحكومات إلى اتخاذ تدابير لازمة لمحاربة الفساد ورفع مستويات أشفافية وعلى همشي القمة العالمية للحكومات أيضا نوها مسؤول في استراتيجي أند بضرورة الانتقال الصناعي والارتقاء بالمستوى الصناعي إلى الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة وأكد الدكتور يحيى عنوتي أن الاقتصاد الدائري يركز على خفض الهدر وتعظيم قيمة الموارد لافتا إلى أن دول المنطقة تستنفذ مواردها بشكل متسارع جدا وأشار إلى أن مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية عبر اعتمادها على الاقتصاد الدائري عبر استخدام تقنية برينتينغ 3D في عملية البناء وغيرها من التقنيات الحديثة ستؤمن أفورات بنحو 138 مليار دولار وستقلل الإنبعاثات بحوالي 150 مليون طن بما يعادل انبعاثات دولة هولندا في عام 2015 نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل المملكة المتحدة تمنع شركة هواوي الصينية من الدخول في المشروعات التكنولوجية الحساسة في بلادها وفقت الحكومة الإسبانية على تعين أكثر من 1700 موظف جديد لتعامل مع تدعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات الحدود والرقابة الجمركية وتسعى الحكومة الإسبانية لتعين هؤلاء الموظفين قبل 29 مارس لتقديم الدعم في المطارات والموانئ وفي مجال الرقابة على المتجات الزراعية في الوردات والصدرات كما ستقدم إسبانيا الدعم للبريطانيين المقيمين في البلاد والبالغ عددهم نحو 300 ألف شخص وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تريزيمي قد تعاهدت بتنفيذ اتفاق بريكزيت في موعده المقرر في 29 مارس المقبل قالت صحيفة ذاسا البريطانية إن قوانين جديدة بشأن الاستثمار في بريطانيا ستمنع شركة هواوي الصينية من دخول المشروعات التكنولوجية الحساسة في المملكة المتحدة وأضافت الصحيفة أن كثيرين يشعرون بالقلق من أن السماح لهواوي بالدخول في طرح شبكة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة في بريطانيا سيتيح للصين التجسس على الحياة الخاصة للناس واختراق الشركات البريطانية وقال التقرير إن وزيري الخارجية والدفاع البريطاني من بين المؤيدين لخطر امتدار الشركة الصينية ترجمة نانسي قنقر